لفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة توقف كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة وشددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن كافة محطات الطاقة الشمسية في مصر تعمل بكمل طاقتها على مدر العام باختلاف فصول السنة ودون التأثر بدرجات الحرارة وأشرت الوزراء إلى أنه تم إنشاء مختلف محطات الطاقة الشمسية في مصر بمواقع مخصصة تتميز بقوة السطوع الشمسية طوال أيام العام دون الارتباط بفصل معين مؤكدة أن أنتج مصر من الطاقة الشمسية سجل نحو 4500 جيجاوات في ساعة عام 2021 بعد الانتهاء من تشغيل نحو 32 محطة شمسية